ينضم إلي دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام مساء الخير دكتور وليد خلال نهاية الأسبوع استمرت عمليات إطلاق النار وهذه الجرائم التي مع الأسف أيضا طالت منزل ومركبة رئيس مجلس محل يافة الناصرة السيد ماهر خليلي دعنا بداية نتحدث عن هذه الخطوات يعني تأتي في سياق استمرار أيضا تصاعد الجريمة والعنف وتقاعص الشرطة كيف تنظر لتأثير هذه الخطوات والنشاطات؟ أولا يعني ممنوع الموضوع ينزل عن أجندتنا اليومية أجندة قياداتنا خطوة لجنة المتابعة خطوة مباركة وممتازة بالذات بهذه الفترة اللي في أقطاب الحكومة تطالب بإخلال جنة المتابعة كجسم خارج القانون يعني مهم يكون تحت مظلة لجنة المتابعة ولكن لابد من التأكيد أنه في المظاهرات اللي خرجت قبل أربع سنوات قابحات القتل اللي كان بمجد الكروم ومظاهرات وإغلاق شارع ستة عندها وزير الأمن الداخلي بحينه أردام يعني كان فيه طلب أنه بدنا نقلت مع مندوين المجتمع العربي في سبيل تهديد الأوبار أنه الوضع أوجع الدولي والحكومة ولكنه وحدد للمجتمع العربي من المندوين ورفض يعني من لجنة المتابعة يعني تحديدا أن السيد محمد باركي من يشارك بهذه الاجتماعات وزير الشرطاء وردخوا القيادات العربية ومن يومي تقولت هاي واحد من أخطائنا أنه عندما تنظر إلينا المؤسسة كشعب كمجموعة اللي لازم نتعامل معها كمجتمع عربي كمجموعة إحنا من خلين نحددون مين المندوين وهذا كأقطع يعني لازم نستمر بالتصرف كمجموعة ولا نسمع يعني كان مفضل مقطعة الاجتماع هذا الموضوع أنا بكرره من سنوات لأنه حتى اليوم إذا وزير الشرطة أو الوزير الأمن القومي الذي لا نعوّل عليه ولكن بحالة بيسير جلسة مع مندوبين عن الحكومة يجب من اليوم نحن نحدد من المندوبين يعني كما نختار قيادتنا أن نختار مندوبين في مثل هذه الجلسات أن نختار من يشارك في هذه الاجتماعات يعني أنا أرفض من يحددولي من يشارك من طرفي هذا واحد تنين لا يكفي هذه الاجتماعات نحن نتهم ونضع الأصبع على الجروح والحكومة وأكثر من ذلك أنا أكثر أطالب من لجنة تحقيق لجنة تحقيق رسمية سوف تكشف وتفضح كثير من الأمور الشرطة عنده معلومات عن تصفيات وغضت النظار في سبيل أنه فقار يطبش بعضه فيعني لجنة تحقيق سوف تكشف أمور جدا كثيرة عن ما يجري الآن وما جرى في السنوات الأخيرة ولكن هذا لا يكفي كمان أيضا كمجتمعنا علينا أخذ الدور نحن مقدمون بالأشهر القريبة على انتخابات سلطات محلية منسوب العنف سيرتفع على خلافات بسيطة عصابات الجريمة اليوم هاي شغلتها إنه ممكن أنا بطلق النار نفس المقاول يطلق على الطرفين يعني انتخابات السلطات المحلية بالإمكان وصفة إنه من أكثر الفترات توترا في البلدات العربية دكتور توترا معجود كميات السلاح يعني التوتر كان موجود دعنا لا يعني إحنا من صوت 90% للبلدية ولكن اليوم يعني كنا نصف العنف في بعض الفترات بأنه رد فعل اليوم بات هو الفعل وهذا الخطير نعم يعني 90% من شعبنا بشارك أو أكثر حتى في بلاد عم توصل 100% نسبة التصويت يعني انتخابات السلطات المحلية لها دورها وأهميتها وتفاعلها وعصابات الجريمة مع كميات السلاح الموجود يعني عم تعرض خدماتها إنه نخوف مرشاح إنه نخوف عائلة صوت الله الكثير من هذه المور موجودة يعني دعنا نقرر في ميثاق شرف بين كل المرشحين في كل السلطات المحلية أن ننبذ العنف أنه حتى الناس اللي بتتعامل مع الجريمة مع العنف مع السلاح لا نسبح لأن تكون في بقارات انتخابية يعني كمان علينا دور لا يكفي أن نضع الأصبع ونقول الحكومة إحنا بالفتر القريب يجب أن نقول يعني لمجتمعنا للمجرم مجرم في وجهه المقاطع عدم التعامل عدم إعطائه المساحة ومن هون إذا المرشحين بأخذوا دور أنا بقول هذا سوف يعني يكون تراجع معين نحن اليوم لسنا بصدد القضاء على الجريمة أقولها بمرارة عفاف نحن بصدد لجم الجريمة يعني إذا بقررلك بال2016 كنا في نهاية السنة 53 جريمة قتل وقلنا لوزير الشرطة أردان أنت وزير شرطة فاشل مع 53 قتل ستة 2016 يعني أنت اليوم لحالك شو ممكن تقولي معك يوم في خمسة أشهر نتحدث عن تمانين أو أقصر من تمانين قتل عشان تفهم الأرقام مخيفة ومرعب يعني الدكتور لاحظ أنت تتحدث عن فترة حرجة جدا يعني نسمع من القيادة أنها تكثف العمل والمجهود للجم الجريمة ولكن إحنا مقبلين على فترة التي فيها ستكثر أعمال العنف برأيك كيف يجب أن تدار هذه الأشهر الحرجة والخطيرة أيضا؟ من هنا أنا قلت أولا يعني نداء من اللجنة القطرية للسلطات لرأس السلطات للجنة المتابعة وقيادات في الأضاءة البرلمان أنه يجب من اليوم وضع ميثاق شرف بين كل المرشحين في كل بلاد لنبذ العنف ويكون مش فقط ميثاق للتوقيع يكون حقيقة وتكون ناس تتابع هذه الأمور إذا إحنا اليوم ننبذ العنف وننبذ الجريمة وأنا بسمحش في المقر الانتخابي عندي أنا إنسان تعاملت بالانتخابات وأعرف عن ماذا أتحدث إذا أنت بتشوف إنسان عنده ميول إجرامية وهو يحمل سلاح بدخل على مقر تسمح لهش إذا إنسان بيحكي عن تهديد وعنف تسمح لهش إذا إحنا من دير معارقتنا الانتخابية للسلطات المهلية المقدمة القادمة بمستوى معين مستوى راقي مستوى حضاري أنا أعتقد هذا في سيؤثر لن نقضي على الجريمة ولكن يمكن أن نلجمها ولكن مع الوضع الحالي أنا أعتقد أنه فيه مرشحين يتابعون أنه عصبات جريمة تدعمين طب دكتور يعني تحدث السيد بركي عن خيمة الاعتصام عرّج أيضا على المسيرة أو قافلة السيارات تحدث عن الخطوات القادمة وذكر كل ما يخص موضوع العسيان المدني يعني إذا ما قررنا مع أقليات عددية حول العالم من تجربتك مما يعني تتابع أيضا إلى أي حد يعني في ظل حكومة كهذه في ظل جهاز شرطة ووزير أمن قومي اللي يتقاعص ويتجاهل المجتمع العربي يمكن أن تؤثر هذه الخطوات للجم الجريمة وليس لوقفه مع الأسف الشديد كما قلت يعني أقصر النماذج اللي ممكن نتعلمينها هي نماذج أقليات اللي هي أختزمة بالأمور واشتغلها على التفقيف والتربية من داخل إذا يجب أن نعوّل على نفسنا إذا أخذنا اليوم الحكومة تتبني خطة حكولنا عن خطة بعدين إذا متذكري نقلونا لموضوع حملة سيغالوفيتش أو مفتساء بل الشيح قلقوا عن خطة بعدين حكوا عن حملة يعني بيلعبوا معنا بالمصطلحات وإحنا عادين من عدة ضحايا والقتلة يعني آن الأوان أنه إحنا نقترح برامج عندنا لن نبقى في مساحة ردة الفعل وننتظر الخطة الحكومية يعني يجب أن ننطلق في برامج من عندنا تبدأ من توعية من تثقيف من نفذ العنف نحن نعرف حقيقة عفاف مجتمعنا العربية وقرانا ومدننا نحن نعرف بعيد نعرف أن نتعامل بالجريبة ومن نتعامل في الخاوة ومن نتعامل في السوق السوداء ومن نتعامل في الجباية الأموال وكل هذه الأمور إذا إحنا ما طلبناش هذه الخدمات هي سوف تتوقف يعني اليوم الناس عم بتروح على السوق السوداء تدين مبالغ مالية إذا إحنا اليوم يعني بطلع حتى فتوات من الرجال دين إنه هذا حرام وهذا ممنوع في الكثير الأمور إحنا نبطل ندعامل مع الأسواق سوف تخف لأنه الكثير من حالات العنف مرتبطة بهذه الأمور يعني أنا ما بحكي إنه اليوم تنين عم بيختلفوا عم صف سيارة بيصير إطلاق نار إنه سلاح موجود بكثرة ولكن في نوع من الجرائم اللي إحنا في إيدينا نقضي عليها لن نتوجه إذا أنا ما عيش حق سيارة ما عشتش هاي السيارة نرجع نعيش بمستوى اللي كنا عايشينه مستوى قروي مستوى بسيط مستوى فلاحين لأنه ما حدث بالسروات الأخيرة نطينا قفزنا لمستوى عالي من المعيش ولم يكن لدينا تدخل المادة فبالتالي كان التخول لعالم الجريمة أو استعاني فيه في سبيل إنه يساعدون أدى إنه الكثير من الضحايا وقتله يجب أن نضع الأصبع على الجرح المقاطعة والابتعاد عن هذا السوق هو سوف يكون المفتاح وهذه نقطة مهمة دكتور وليد اليوم اهتمت الشرطة بنشر توثيق من خلال حملة اعتقالات في منطقة الناصرة تقول إنه هؤلاء الأشخاص ضالعين في عصابات الإجرام 16 شخص تم اعتقال السؤال هل تؤثر هذه المشاهد على جزئية الردع يعني كنا نتمنى طبعا أن يتم اعتقال 16 مجرم هذا أيضا هام جدا مع الأسف لم يتم فك رموز هذا العدد من الجرائم ولكن ماذا عن الردع هل تؤثر هذه المشاهد التي تنشرها الشرطة في الواقع الكثير من الاتقالات يعني أنا ما عندي معلومات ولكن بتكشف إنه شباب يجري 17-18-20 هم ليسوا رأساء إصابات جريمة بدون شر ممكن أنك تزج في جندي صغير في عصابة جريمة بسجن اللي راح يتخلوا عنه وعن عيلته وعيلته اللي تعاني يعني هذا الشباب يمكن في قسم كبير ينضحايا أيضا اللي عائلته سوف تعاني وتتحمل أعباء المحاكم في سبيل القضاء على كل هذه المنظومة الإجرامية يجب التوجيه نحو رأس الهرم يعني كيفية القضاء على الجريمة كان اللي بحوار مع السيغالوفيتش الأسبوع الماضي الأحد الماضي بكفار سابة في بيت بير وقلت له يعني اليوم أنتوا عم بتدرسوا في وزارة الخارجين الإسرائيل بتعمل دورات لدول العالم بيجوا على إسرائيل من البرازيل ومن أرجنتين ومن أفريقيا كيفية القضاء على إصابات الجريمة من خلال تجربة روزنشتاين وأبرجل وأبوطبو القضاء على العصابات الكبيرة يعني أنتوا عم بتدرسوا هذا الموضوع لأنه كان في نجاحات بالمجتمع اليهود وبتواضع شديد أما محاضر في هذه الدورات اللي بتصير عن طريق وزارة الخارجين أنه بتدرسوا الموضوع يعني أنتوا اليوم مش عارفين أنه القضاء على إصابات الجريمة هو من خلال يعني عشان تقود عصابة روزنشتاين أنت اعتقلت ثلاثة من هذه العصابة روزنشتاين وكومانتيرين ثلاثمائة جندي انتهوا راح يدوروا على الشغول أنه هذو يعرفوش يديروا عصابات جريمة يعني عشان تقود عصابات جريمة في عندك أسس وفي مدرسة لهذا الموضوع كيف تتعامل الاعتقالات مرات مهمة ولكنها لن تقضي على الجريمة في سبيل القضاء على تجارة السلاح وعلى الخاوة يجب القضاء على رؤوس العصابات وبالتالي كذا تقود عصابات الجريمة وليس من خلال اعتقال هذه الاعتقالات في الهنة الأمر هي للشو يعني ممكن بالآخر ما يتقدم حتى ملف للمحكمة طيب دكتور بكلمة أخيرة بما أنه دائما أيضا يعني تناشد القيادة ليس فقط القيادة السياسية هناك قيادة روحية دينية تربوية أيضا رياضية يعني بالإمكان استقطاب أبناء الفئات العمرية الشاب لكي لا ينزلقوا في أعمال الإجرام كيف تنظر لإدارة الفترة القادمة من قبل الجميع ومجددا يعني نشدد على هذا المصطلح هو عمل تكاملي كلهم يجب أن يأخذ دوره يعني هو الاقتراح لنجد المتابعة تكمل زيادة الأمور بعد الخيمة مؤتمر عام لمجتمعنا لقياداتنا من كل نواحي قيادات دينية قيادات اجتماعية لجان أولياء أمور يعني مؤتمر عام اللي ندعي فيه لنبذ العنف أن ندير الأربع خمس أشهر القادمات للمفصليات في حياتنا إذا معركة الانتخابات البلدية تمر معركة التنافس شو كنت تسميها تمر على خير ومن غير إطلاق لار ومن غير إحراق ومن غير اعتداء عن ممتلكات وبأمن وأمان هذا سوف يعطي إلى مجتمعنا أنه بعد فيه خير ولكن إذا بيسير مناوشات في عدة بلاد هذا سوف يقدر أمل حتى في نفسنا مهم جدا الرجل المتابعة ممتازة تعمل وتستمر ولكن فعاليات مخططة ومدروسة في سبيل اليوم نحن نتحدث عن لجم هذه الظاهرة وممكن بعد فترة بلج نحكي عن تخفيض أو قتل يعني وقت هذه الظاهرة على أمل دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام جزيل أشكر لك على حضورك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك